اشتركوا في القناة السلام عليكم مرحبا بكم سوف نتعلم اليوم درسا من دروس التربية للمواطنة وهو ممتلكات الآخرين أهداف درسنا اليوم هي احترام الطالب ممتلكات الآخرين محافظة الطالب على ممتلكات الآخرين ألاحظ الصورة جيدا أين التلاميذ؟ نعم إنهم في الصف الدراسي أين يقفون؟ نعم لا أسمع نعم بالقرب من الأدراج نستمع إذن هذا درجي وذاك درج علي لكل منا أشياءه الخاصة اكتشفوا ننظر إلى الصورة ماذا يحمل الولد؟ ماذا يوجد في يده؟ نعم الساعة وماذا يفعل الولد الآخر؟ ما تعبر وجهه؟ هل هو سعيد؟ كلا إذن متحمس؟ كلا إنه قاضب لماذا؟ هيا بنا لنستمع وحافظوا على ممتلكات أسرتي ننظر إلى الصورة أين الأولاد؟ نعم إنهم في الحديقة ماذا تحمل البنت؟ نعم لديها دميتها الخاصة وهذا الولد ماذا يفعل؟ إنه يقود الدراجة والولد الآخر إنه يحمل لعبته إذن أحترم ممتلكاتي الآخرين الصورة الأخرى ماذا تشاهدون؟ نعم هناك فتاتان ماذا تفعل هذه الفتاة؟ إنها تشير إلى ماذا؟ إلى ساعة زميلتها إذن أستأذن إذا أردت استعمال شيء من ممتلكاتي غيري إنها نفس الفتاة في الصورة السابقة ولكن أين هي؟ نعم إنها في قرفة النوم وماذا تحمل؟ إنها تحمل ساعة صديقتها إذن ماذا يجب عليها أن تفعل الآن؟ أحافظ على ممتلكات الآخرين ولا أعرضها للتلف أجيب النشاط الأول أذكر أمثلة لأشياء يمتلكها الآخرون أريد منكم النظر حول أفراد الأسرة الأب، الأم، الأخ، الأخت، الجدة ماذا يملكون؟ وأريد منكم تدوين هذه الأشياء في السبورة أو في ورقة بيضاء لديكم دقيقة واحدة للإجابة ترجمة نانسي قنقر واحد، اثنان، ثلاثة إلى الأعلى أنظر، نعم يمتلك الآخرين أشياء جميلة ماذا يتمتلك الآم؟ نعم تمتلك ساعة جميلة الجدة أحسنتم هاتف الأب كرة نعم يمتلك الآخرون أشياء جميلة دعونا ننظر إلى بعض هذه الأشياء يمتلك الآخرون كرة دمية مقلمة وحقيبة أنت نشاط الثاني ألاحظ وأطبق أضع علامة صح تحت التصرف الصحيح وعلامة خطأ تحت التصرف الخاطأ لديكم دقيقة واحدة للإجابة عن هذا السؤال ترجمة نانسي قنقر واحد اثنان ثلاثة إلى الأعلى نعم أحسنت هيا بنا نتأكد من الإجابة معا لننظر جيدا إلى الصورة الأولى ماذا يفعل الولد؟ نعم إنه يسقي الزرع هل هذا سلوك صحيح أم خاطئ؟ من يخبرني؟ نعم أحسنتم إجابة صحيحة إنه سلوك صحيح الصورة الأخرى ماذا يفعل الولد؟ يرمي الكرة إلى المصابيح هل هذا سلوك جيد؟ لا أسمع أحسنتم إنه سلوك خاطئ ننظر هنا إلى البنت ماذا تفعل؟ ترسم بالقلم على الطاولة هل هذا سلوك صحيح؟ كلا إنه سلوك خاطئ أحسنتم؟ وهنا البنت تقسل الأواني والولد يزيل الأوساخ من الأرض هل هذا سلوك صحيح؟ نعم إنه سلوك صحيح أحسنتم والآن حان وقت النشار الثالث ألاحظ وأطبقه ننظر إلى الصورة الولد يقود الدراجة وجاء إليه ولد آخر ويحاول أخذ هذه الدراجة فماذا قال الولد؟ إنها دراجتي ما رأيك في هذا السلوك؟ هل هو سلوك صحيح أم سلوك خاطئ؟ لديكم دقيقة واحدة للإجابة ترجمة نانسي قنقر واحد اثنان ثلاثة إلى الأعلى أحسنتم يا صغاري إجابة صحيحة دعونا نتأكد من الإجابة معا إنه سلوك خاطئ نحترم ممتلكات الآخرين وانتهى درسنا لهذا اليوم مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح إلى اللقاء